وصلت وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 189 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 143 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 45 طن أما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 713 قضية من بينها 176 قضية خبز ناقص الوزن و178 قضية خبز غير مطابق للمواصفات